أستاذ أحمد هاني زادة مرشح تحت السن مستقل أهلا بك على يلا كورة أهلا بك أستاذ دينا برحب بك وكل الزملاء الفاضلين في موقع يلا كورة من مواقع اللي أنا بتلحها وبحبها وديها معزة خاصة عنك عايزين نعرف كده منك برنامجك الانتخابي ويعني أكتر ملف أنت مهتم بيه أنا عندي برنامج انتخابي اجتماعي ولياضي لكن عايز برضه أبدأ بالنحية الاجتماعية لأن إحنا عندنا أنا ملاحظ على السوشيال ميديا أن أعضاء الجامعية العمومية مش وغدين حقهم من البرامج الانتخابية المختلفة من المرشحين عندنا مصيف مرسمة تروح ده من مصيف التاريخية أو المعالم التاريخية لأعضاء نادي الزمالك لازم أن إحنا كمرشحين نهتم بيه إنشائيا وخدميا الناس كانت بتشتكي إن خدميا المصيف لو هنيجي نعمله ريت مثلا أن ياخد 3 من 10 لازم أن إحنا نجيب شركة إنشائية متخصصة تطور المرسى ويبقى فيه عدارة في القرعة لأن إحنا عندنا في النادي سيستم مصيف مرسى متروح بيبقى بالقرعة السنوات الماضية في بعض الأعضاء وأنا بعمل طبعا بقدم نفسي في النادي قالولي أنه كان فيه عدم عدارة في المصيف أو مفيش مساواة لازم أن إحنا يبقى عندنا مشرف قوي على المصيف ويكون حد من مجلس الإدارة موجود يتابع الموضوع عن كرب وهي تم القضاء على المشاكل دي بالإضافة طبعا إلى الألعاب الشهيدة اللي هي بتتكلمي على كرة السلة أكثر الألعابات اللي ليها شعبية في نادي الزمالك يعندي الزمالك مش مجرد كرة وهندبوت بس كرة السلة كبيرة أوي في نادي الزمالك وليها تاريخ كبير لو بتتكلمي على آلة سليم وعبدون وفتح الشحات بتتكلمي على ناس كتير قوي لازم نحن نهتم بقطاع السلة لأن فيه أزمات كتير بتضربوا منها طبعا فريق السيدات اللي تم إلغاءه العام الماضي وراحوا لأكتر من ناتي فده من أهم برامجي أن أنا ألعاب الجماعية لازم نهتم بيها ويبقى فيه مدلب قدير لكل فرقة بتتكلمي أعمار من سبع سنين وإنتي طالع على فوق لحد الفيرس تيم يبقى مدرب أنا كانت زمانة موفرة وإمكانيات مرتبه ملاعب تنقلات ملابس أزمة الملابس طبعا اللي حالها أخي الكبير والزميل الفاضل اللي مرشح على موصب النائب هني العتالي أنا بتمنى أن الناس تفكر بنفس الحكاية دي يا أستاذينا أن إحنا بدل ما نصرف دعاية في الانتخابات على لوحات بانرات أن إحنا الفلوس اللي بنصرفها نصرفها لخدمة عضو نادي الزمال نادي نفسه لأن النادي في حالة محتاج كل جنيه يعني دلوقتي بالضبط أنا لو هعلى قيافة كبيرة أو بانر على كبري 1500 أو الكباري المجاولة بتفوق الـ 15 مليون جنيه مش نادي الزمالك أولا؟ فيه مدربين ما أبضوش بقى لهم 9 شهور فيه أجهزة فأنا طبعا مش منتقد أي حد أنا بتكلم عمدا وجد نظر حضرتك كتاب يعني كواحد اعتبروني عضو جامعية عمومية بيتكلم إن أنا فين حقيق عضو أنت مفروض نازر ترشح أعملي خدمة تخذيني أنتخبك كعضو جامعية عمومية فده أهم ملامح برنامج الانتخابي إن إحنا مصد في مرسل مطروحة نتواره بإذن الله فرعة التكتوبة اللي لازم يتم البدء فيه وطبعا أنا شايف إن سامع إن فيه أعملية بناء بتتم في مصد في 6 أكتوبة لكن فيه بعض المرشحين بيقولوها الألعاب الجامعية لازم يتم النظر لها عن كورب وطبعا فريق كورت القدم ربنا قرامني طبعا كعمل جماعي مع مجلس الإدارة لازم نشتغل على حد أزمة القيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر